مكافحة الأمراض المعدية وسبل الوقاية منها أولاً زيادة مقاومة العائل المضيف ثانياً خفض قدرة المسبب النوعي على العدوى والآن نتحدث عن كيفية زيادة مقاومة العائل المضيف نقوم بزيادة مقاومة العائل المضيف بزيادة المقاومة غير النوعية للعائل المضيف وذلك عن طريق أولاً توفير التغذية الكاملة والمتوازنة ثانياً اعطاء جسم الراحة الكافية ثالثاً عدم التعرض للحوادث والإصابات رابعاً الاهتمام بالتمارين الرياضية اليومية زيادة المقاومة النوعية أو ما يسمى بالمناعة لجسم الإنسان العائل المضيف وذلك عن طريق إعطاء الأمصال الجاهزة إعطاء المطاعيم إعطاء العلاج الكيمو حيوي الوقائي قبل التعرض لمرض معدي معين مثل المضادات الحيوية ثانياً خفض قدرة المسبب النوعي على العدوى وذلك بعدة طرق منها أولاً استعمال الوسائل الطبعية مثل رفع درجة الحرارة والتبريد حتى لا يستطيع المسبب النوعي للمرض الحياة استعمال المواد الكيموية مثل استعمال الكولور في تطهير مياه الشرب والمياه العادمة ثالثاً استعمال الأشعة مثل تطهير الهواء بوسطة الأشعة فوق البنفسجية في غرف العمليات الجراحية والآن نستعرض معكم بعض الأمراض المعدية الشائعة الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الطعام والشراب مثل الكوليرا والالتهاب الكبد الوبائي ألف أمراض جهاز التنفسي المعدية مثل السل الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الدم مثل الإيدز أمراض تنقلها الحشرات مثل الملاريا ترجمة نانسي قنقر